حياكم الله إلى تفاصيل أحبطت قوات حرس الحدود فجر اليوم محاولة تهريب ما مجموعه مائة وسبعة وخمسون ألف حبة مخدر تورط فيها شخصان قادمان من الأراضي السورية ومصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أوضح أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك عليهما ما أدى إلى مقتل أحدهما وفرار الآخر باتجاه سوريا وتم تحويل المضبوطات إلى الجهة المختصة مؤكدا أن الأجهزة المعنية لن تتهون أو تتردد في التعامل بأقصى درجات الحزم والقوة مع كل من تسول له نفسه المساسة بأمن الوطن تنطلق في الخامس عشر من أيار القادم فعاليات تمرين العسكري المشترك الأسد المتأهب 2016 والذي تنفذه القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بالتعاون مع الجيش الأمريكي بهدف رفع قدرات وجاهزية القوات المشاركة تفاصيل أوفا في التقرير التالي للسنة السادسة على التوالي تنطلق فعاليات التمرين العسكري الذي تنفذه القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بالتعاون مع الجانب الأمريكي التمرين العسكري الذي يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين القوات المسلحة الأردنية والأمريكية ستبدأ فعالياته يوم الخامس عشر من آيار المقبل وتستمر لتسعة أيام وستستخدم فيها مختلف صنوف الأسلحة البرية والبحرية والجوية والتدريب على عمليات التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ في بيئة عمليات مشتركة وبما يرفع الكفاءة القتالية والدفاعية وإدارة الأزمات المختلفة في مواجهة التهديدات التقليدية وغير التقليدية فعاليات التمرين سيتم تنفيذها فيما يدين التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وستشهد مشاركة واسعة للأجهزة الأمنية والجهات ذات العلاقة بالإضافة إلى المنظمات الحكومية وغير الحكومية وبمشاركة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأسد المتأهب تمرين أقيم العام الماضي بمشاركة عشرة آلاف عسكري من عدة دول عربية بينها السعودية والعراق والإمارات ولبنان والبحرين وعدد من الدول الأوروبية وتميزت فعالياته بالمقدرة على التعامل مع العمليات المدنية والعسكرية والدور الإنساني وبما يزيد من كفاءة التعاون والتنسيق بين القطاعات العسكرية المشاركة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية في حين أقيمت فعاليات التمرين للمرة الأولى بمشاركة ثمانية عشر دولة وخمسة عشر ألف مشارك عسكري ومراقب وتضمنت تعامل مع حجمات كيميائية واختبرت خلاله عمليات نشر بطاريات صواريخ باتريوت الشراكة الأردنية في تمرين الأسد المتأهب والتي تأتي والدور الأردني الفعال في مكافحة خطر الإرهاب هي تعبير عن الدور الحيوي للمملكة في حفظ الأمن الدولي وحفظ أمن واستقرار المنطقة والثقة العالية بمنتسب القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وتأكيدا للدور الأردني الحاضر والفاعل في التصدي للجماعات الإرهابية والفكر الخارجي المتطرف والذي يمارس إرهابه في عدد من الدول كسوريا والعراق وليبيا وبقية دول العالم أكد رئيس الوزراء الدكتور عبداللانسور على توافق الأردن والمغرب تجاه القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومحاربة الإرهاب وتطرف وحوار الأديان جاء ذلك خلال ترأسه للوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة العليا الأردنية المغربية المشتركة في العاصمة المغربية الرباط والتي ترأسها عن الجانب المغربي رئيس الوزراء عبدالله بن كيران القمة بحثت إمكانية إنشاء خط بحري بين البلدين وخط طيران مباشر بين الدار البيضاء وعمان وبحث أيضا الجانبان إمكانية إعادة النظر باتفاقية أغادير التي تربط الأردن والمغرب ومصر وتونس لجهة تقديم مزيد من التسهيلة والحوافز للتجارة بين الدول الأربعة أعلن الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة البنك الدولي عن تعيين رئيس الوزراء الدكتور عبدالله نصور في التحالف الدولي الفريق الرفيع المستوى المعني بالمياه الفريق الذي أطلق أو أطلق عفوا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في كانون الثاني الماضي يهدف لتعبئة إجراءات فعالة لتسريع تنفيذ هدف التنميات المستدامة ويركز على ضمان توافر المياه وإدارة مصادرها المستدامة في ضوء التحديات غير المسبوقة التي يواجهها هذا القطاع عالميا نتابع توجه نحو 11 ألف طبيب وطبيبة اليوم للإدلاء بأصواتهم في انتخاب مجلس نقبة الأطباء الثاني والثلاثين في عمان وفروع نقبة في المحافظات وسط منافسة حادة بين المرشحين الموزعين على عدة قوائم بالإضافة إلى المستقلين أجواء انتخابات الأطباء في تقريرات تالي خلاف الهدوء الذي يسبق العاصفة جاء الهدوء الذي لف انتخابات نقابة الأطباء اليوم بعد عاصفة الترشيحات التي سبقت عملية الاقتراع حيث بدأت بترشح تسع مرشحين وصل منهم خمسة ليوم الانتخابات وانسحب أحدهم مع بدء العملية الانتخابية خمس قوائم قررت خوض العملية الانتخابية هي القائمة الخضراء التي تزعمت النقابة في السنوات الست الأخيرة والقائمة الخضراء الموحدة المنشقة عن القائمة الخضراء وقائمة القمة التي تضم بين جنباتها إسلاميينهم أغلبيتها ومستقلين وقائمتان مستقلتان قالتا أنهما قرران نأي بأنفسهما عن الصراع بين أقطاب النقابة التقليديين عارنا لا إقصاء لا تعصب حزبي أو ديني أو استغلال مشاعر الأطباء الدينية أو الحزبية في التحشيد والتجيج ضد الآخر نحن نريد مشاكل النقابة كبيرة أن نريد من جميع أن نفتح ونستفيد من كل الإمكانيات والخضرات النقابية أينما كانت وأينما موجدتها عملية انتخابية جميلة جدا منتهى الديمقراطية منتهى حرية تقديم نفسك للزملاء وبالمناسبة كانت الحملة الانتخابية ما قبل اليوم كانت حملة راقية فيها نبل الأسلوب كما هو نبل الهدف وهو خدمة الزملاء وخدمة المهنة والارتقاء فيها إلى العلاء أحد عشر ألف طبيب وطبيبة يدلون بأصواتهم في انتخابات نقابتهم الثانية والثلاثين موزعين على ثمانية مراكز انتخابية هي عمان وإربد والزرقاء والصلط والكرك ومعان والعقبة ومادباء كنقابة أطباء الهدف الأساسي من وجودها في قنقة الأطباء هو الدفاع عن الطبيب العضو في هذه النقابة وصيانة كرامته وتحسين حياته وإيجاد فرصة له للعمل الأجواء الانتخابية بشكل عام إن شاء الله جيدة الإقبال جيد من الأطباء ونأمل من الله أن يحدث الإصلاح والتحسين ولمصلحة الأطباء جميعا بإذن الله تعالى الحرارة خارج مجمع النقابات المهنية في عمان حيث مقر أكبر المراكز الانتخابية لنقابة الأطباء لا تقل عن الحرارة داخله حيث المنافسة محتدمة بين المرشحين هاشم العامر رؤيا وللوقوف أكثر والإطلاع على مجريات العملية الانتخابية لمجلس لقابة الأطباء ينضم إلينا مباشرة من مجمع النقابات المهنية زميننا ومرسلنا أمين العطلة أمين مساء الخير ولك الكلمة نعم مساء الخير علي نحن الآن في مجمع النقابات في العاصمة عمان حيث تجري انتخابات المجلس الثاني والثلاثين لنقابة الأطباء هنا تقريبا منذ ساعة كانت ذروة الاقتراحة وكانت العداد كبيرة التي قدمت الاقتراع والإدناء بأصواتها في هذه الانتخابات من المتوقع خلال الدقائق القليلة القادمة أن يتم إغلاق صندوق الاقتراحة لن يكون هناك تمديد بعد الساعة الثامنة من مساء هذا اليوم سيبدأ فرز الأصوات بعد الساعة الثامنة لحين وصول صندوق الاقتراع الموجودة في المحافظات الأخرى للحديث أكثر عن سير العملية الانتخابية ينضم إلينا رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الدكتور ممدوح العبادي دكتور مساء الخير مساء الخير كيف حالا؟ دكتور حدثنا أكثر كيف تقيمون هذه العملية الانتخابية اليوم وما هي النتائج الأولية للأصوات التي تم لدها بها خلال هذا اليوم يعني الحقيقة اليوم عرس ديمقراطي في نقابة الأطباء وهذا يعني فرح كبير لأننا منذ ستين عاما ونحن نجري هذه الانتخابات بطريقة سلسة وطريقة ديمقراطية وطريقة نزية والعمد لله اليوم شارفنا على الانتهاء من هذا العرس يعني بعد ربع ساعة إن شاء الله ستغلق باب الصناديق وبالتالي يعني نكون إحنا قفزنا قفزة نوعية وخصوصا أن هذه المعركة الانتخابية غير مسبوقة بشغلات كثيرة غير مسبوقة بأن الحبر يستعمل لأول مرة غير مسبوقة لأنه 58 مرشحة وخمسة نقابة مرشعين غير مسبوقة بعدد الأصوات التي لحد الآن دخلت عندنا بين عمان وإربد وبعض المناطق الأخرى الآن ناوشنا الأربعة تلاف وخمسمائة ناخب وخصوصا أننا عندنا 11 ألف يحققهم من الانتخاب لكن فيه ثلاث تلاف منهم خارج الأردن وبالتالي تصل النسبة تقريباً 50% وهذا نادر الحدوث في كل انتخاباتنا سواء نيابية أو بلدية أو نقابية عندما تقترب هذه الانتخابات إلى 50% يدل على الوعي والإصرار بالمشاركة في هذا العرس الديمقراطي دكتور متى متوقعاً تظهر نتائج الانتخابات؟ الحقيقة الآن بعدما نخلص للساعة 8 الشباب بدون يرتاحوا وأنا منهم من الصبح ونواقفين بالتالي يعني بعد تسعب نبدأ تأتي الصناديق من المناطق المختلفة الفرز للنقيب هو يدوي والفرز للمجلس آلي ولذلك الفرز أول شيء يدوي للنقيب ومن ثم نفرز الآلي لهذا يعني تتوقع بين 11 و12 تكون النتيجة بيننا إن شاء الله نعم شكراً جزيلاً لك كان معنا الدكتور ممدوح العبادي رئيس اللجنة العلية للإشراف على الانتخابات كما قال الدكتور نؤكد أن الفرز سيبدأ خلال ساعة من الآن تقريباً وسنتابع معكم نتائج هذه الانتخابات عبر موقعنا الإلكتروني شكراً لكم وإليك الكلمة علي شكراً لك أمين سليم كنت معنا من مجلس نقابة الأطباء في مجمع النقابات المهنية للإطلاع على مجريات العملية الانتخابية شكراً جزيلاً لك أمين قللت مؤسسات إعلامية فلسطينية من مصدقية التقدم الذي حققته فلسطين على مؤشر الحرية الإعلامية وفقاً لتقرير حرية الصحافة للعام 2016 الصادر عن منظمة مراسلنا بلا حدود مؤكدين على ازدياد الانتهاكات بحق العاملين في الإعلام وهو ما يشير إلى تراجع لا تقدم في الصفحات الداخلية الأخيرة لتقرير حرية الصحافة للعام 2016 جاء ترتيب فلسطين بين دول العالم في المرتبة 132 وفق منظمة مراسلنا بلا حدود ما يعني أنها لازلت تعاني ازدياد الانتهاكات بحق الأقلام والكاميرات وهو ما يبشر بمزيد من الوجع للإعلام والعاملين فيه تقدماً لم يطرأ على واقع الحريات الإعلامية خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه تقريرنا أصدرنا مؤخراً وتحدث عن 599 انتهاك ضد الحريات الإعلامية أقصد إسرائيلية وفلسطينية سجلت في الضف الغربي وفي قطاع غزي وفي مدينة القدس المحتلة هناك زيادة إجمالية في العام 2015 هذا الرقم يعني يشكل زيادة مقدارها 29% عما كانت عليه في العام 2014 نقابة الصحفيين أكدت بأن هذا التقدم هو تقدم خادع كونه لا يشير إلى اتساع في أفق الحرية الإعلامية بقدر ما هو ناجم عن تراجع في أداء الحريات الإعلامية في بعض الدول الأخرى هو حقيقة لا يعكس واقع الحال وهو يعني وفقاً لقراءتنا بأن دول أخرى كتراجعت كثيراً وبالتالي تم هذا الترتيب لفلسطين ولكنه لا يعكس الواقع بهذه الصورة وكل الانتهاكات من الإسرائيليين أو الفلسطينيين زادت بحوالي 60% عما كانت عليه خلال العام 2014 وزارة الإعلام الفلسطينية لم تنفي وجود تجاوزات فيما يتعلق بالممارسات الداخلية الفلسطينية بحق الإعلام حقيقة هناك جهد كبير لدى الكثير من المؤسسات الرسمية والمؤسسات الأمنية وفي ذات الوقت هناك تفهم أيضاً من الجهات العاملة في مجال الإعلام دفع بنا إلى أن نتوقف ونفكر مالياً في كل تجاوز للحريات الإعلامية يعتبر الوسط الإعلامي الفلسطيني التقدم الذي حققته فلسطين على مؤشر الحريات الإعلامية العالمي خادعاً فكيف يكون التقدم مع ازدياد انتهاكات الاحتلال والانتهاكات الداخلية للحريات الإعلامية والصحفية من فلسطين المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا يعاني الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة من ضعف وتراجع في مختلف مجالاته نتيجة الحصار المفروض عليه من قبل الاحتلال منذ أكثر من ثماني سنوات تفاصيل أوفا في التقرير التالي خلال سنوات حصارها لقطاع غزة تتلاعب إسرائيل بالمؤشرات الاقتصادية من خلال تدميرها لأعمدة الاقتصاد الأساسية كقطاع الإنشاءات والصناعة والتجارة ليعود القطاع أعواماً لأدنى المستويات الاقتصادية في العالم بسبب سياسة العقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل والتي تدنت حتى عكست البؤسة على وجه سكنيه الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ يونيو 2006 إضافة إلى ثلاث حروب متوالية أرهقت الوضع الاقتصادي أرهقت القطاع العام والقطاع الخاص أيضاً وبالتالي ارتفعت نسبة البطالة في قطاع غزة التي تصل الآن إلى 44% والفقر والفقر المطقع ما يقارب 65% هناك 80% من سكان قطاع غزة يعتمدوا على المساعدات من المؤسسات الدولية التي تقدم لهم كسلع غذائية وغيرها في ظل الحصار المطبق الذي تطبقه إسرائيل وفي ظل إغلاق المعابر وفي ظل اعتبار قطاع غزة إقليماً معادياً فنجد أن إسرائيل تمتنع عن توريد احتياجات قطاع غزة أزمات القطاع الاقتصادية تزايدت مع أزمة في توفر العملات الأساسية تبعها منع إسرائيلي لاستيراد وتصدير الذهب من وإلى القطاع وشح في مواد البناء اللازمة لعملية الإعمار وصل حد التوقف عن إدخال الإسمنت إلى غزة شح مواد أساسية في السوق أدى إلى ارتفاع أثمان المتوفر منها ما يستنزف القدرة الشرائية لدى المواطنين الذين ما عادوا يبحثون إلا على ما اضطروا إليه القوة الشرائية في قطاع غزة هنا ضعيفة جداً لن نستطيع القول بأن الأسعار في يد المواطنين أم لا بل نستطيع القول بأن الدخل للمواطن الفلسطيني محدود جداً ليس لديه القدرة على شراء ما يرغب معابر مسكرة لا في بضاعة بتدخل الأنفاق سكرت بطلت تمرق لبضاعة من الأنفاق كان السبب الرئيسي اللي كان في رخص الأسعار وكانت متنول جميع بليل الأنفاق لما سكرت الأنفاق طبعاً فيش معابر إيرز بتمرقش معابر رفع بمرقش إخراج القطاع وسكانه من أزماتهم الاقتصادية وبقدر إلحاحه أصبح صعباً للغاية فهنا التاجر ضحية والمواطن ضحية وحتى صاحب السلطة القابعة تحت براثن الاحتلال ضحية ليبقى الأهالي بلا مال ولا أعمال لا يعنيهم من تصاعد وهبوط المؤشرات الاقتصادية إلا المراقبة بأمل فيما لا تسعف حياتهم إلا المساعدات التي تقدم لهم من الجهات المحلية والدولية على اختلافها نزيف يومي يعانيه أهالي القطاع أصابهم به احتلال لا يعرف الرحمة تكفل بأن يحرمهم طعم الحياة منعوا كالقناة رؤيا غزة فلسطين حياكم الله من جديد مقتل وإصابة عدد من الأشخاص في تفجير انتحاري في العراق المحكمة العليا البرازلية ترجع قرارها بشرعية تعيين دي سلفا في حكومة الرئيسة روزيف كل هذا وأكثر في جولتنا حول العالم قتل وأصيب أكثر من ثلاثين شخصا في العاصمة العراقية بغداد إثر عملية تفجير انتحارية استهدفت مسجدا للشيعة جنوب غرب العاصمة هذا ولم تتبنى أي جهة هذه العملية وبين مصدر عسكري مسؤول أن هذا الهجوم يحمل بصمات عصابة داعش الإرهابية التي تستهدف الشيعة في العراق أعلن الحوثيون تحفظهم على النقاط الخمس التي أعلنها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في بدء محادثات الكويت اليمنية التي بدأت يوم أمس والتي تنص على الاتفاق على إجراءات أمنية انتقالية وانسحاب المجموعات المسلحة وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة وإعادة مؤسساتها إليها علاوة على استئناف حوار سياسي جامع وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين شدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال محادثات يجريها مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على أهمية بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه بريطانيا في المنطقة سياسيا واقتصاديا هذا وتطغى على المحادثات الأمريكية البريطانية أسس عملية مكافحة الإرهاب في العالم وعلى رأسها القضاء على عصابة داعش الإرهابية قالت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة خلفاً لبانكيمون أن اتهامات الفساد داخل اليونسكو تهدف إلى نسف ترشيحها وأشارت بوكوفا إلى أن هذه الاتهامات مغلوطة تماماً حيث أنها أجرت خلال السنوات السبع التي أمضتها على رأس اليونسكو 42 تحقيقاً في حالات تضارب مصالح محتملة أدت إلى إقالة 17 شخصاً استأنفت محطة ميترو مالبك في العاصمة البلجيكية بروكسل عملها بعد مرور شهر على الاعتداءات الإرهابية التي جرت عليها في 22 من آذار الماضي وقالت المتحدثة باسم شركة النقل المشترك في بروكسل إن محطة ميترو مالبك الواقعة في وسط الحي الأوروبي ستباشر خدماتها بشكل طبيعي على غرار المحطات الأخرى أرجعت المحكمة العليا في البرازيل قرارها حول شرعية تعيين الرئيس السابق لويس إناسيو لولا دا سيلفا في حكومة الرئيسة ديلما روسيف المهددة بإجراءات إقالتها وأعلن رئيس الهيئة القضائية في البلاد ريكاردو ليواندوسكي أن المحكمة قررت بأغلبية إرجاء قرارها لدرس الطعون المقدمة إليهم ضمن جلسة واحدة إنما دون تحديد أي موعد لذلك تفقد وزير العمل دكتور نضال القطمين أحد المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاصة والتي تهدف إلى الحد من مشكلتين الفقر والبطالة التقرير التالي يصلط الضوء على هذه المشاريع ضمن الخطط والمشاريع اللازمة للحد من مشكلتين الفقر والبطالة تنفذ وزارة العمل عددا من المشاريع والبرامج لتشغيل العاطلين عن العمل إحدى هذه الخطط مشروع دعم وتشجيع إنشاء الفروع الإنتاجية للشركات في المناطق التي تشهد ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وذلك من خلال تقديم الحكومة الحوافز والمزايا التشجيعية للمستثمرين بهدف زيادة حجم استثماراتهم في المحافظات والمناطق النائية ما يوفر فرص عمل لأهالي تلك المناطق لا سيما من فئة الشباب هذا المصانع دعمت من قبل وزارة العمل من حيث الأرض كانت أراضي خزينة ونفس المنشأة إما استؤذرت أو تم إنشاءها من قبل وزارة العمل ويدعم المستثمر بحوالي 30% إلى 5% من الرواتب الأساسية والحد الأدماء للأجور لمدة 18 شهر وكل أنواع الإعفاءات الممكنة والموجودة في حيث الاستثمار يدعم فيها المستثمر هذا الفرع الإنتاجي لإحدى شركات الأزياء التقليدية في منطقة عنجرة في محافظة عجلون يوفر فرص عمل لما يقارب 300 فتاة من سكان المنطقة البعض من هون يحمل شهادات جامعية متقدمة إلا أن الظروف التي يفرضها سوق العمل غالبا والمجتمع في بعض الأحيان فرض عليهن العمل في هذا الحقل دارسة بكاروليس عالعبي اتخرج من ثلاث سنين بس ما كان في فرصة عمل إنه أشتغل وبس سمعت عن مشروع العمل اللي هون أجيت وقدمت طلب وزارة العمل وبعضيها طلبوا أنه أشتغلت وإلي حوالي 10 شهور بأشتغل هون مثل ما هو معروف في مناطق قرى في بعض أهالي ما بيخلوا مثلا بناتهم أنهم يطلعوا مناطق ثانية أنهم يشتغلوا في بنات مش حاصلات على مؤهل علمي في بنات مدارسين فإحنا عندنا هذا الوضع أنه نفتح هيك مصنع في منطقة مثل هيك بساعد وبساهم بتشجيع الاستثمار تقرير نسبة البطالة للعمال الأردنيين يوجد الآن 16 فرعا انتاجيا قائما يوفر 3300 فرصة عمل غالبيتها تذهب للإناث في مناطق مختلفة من المملكة فهل يرى الشباب العاملون في هذه الفرص مستقبلهم وطموحهم؟ كوظيفة عمل هون هي يعني ما فيها كثير أمان يعني كراتب 190 دينار هو مش راتب لحتى يكون مستقبل أي شب مثلا يعني شب بدي يبلش من الصكر 190 دينار يعني فيك تقولهم يعني يلا يصرفوا عليه كمصرف شخصي هون أكثر بنات بيستقيلوا بسبب أنه ما في تأمين صحي وفي ضمان اجتماعي تسعى وزارة العمل لزيادة عدد العاملين في هذه الفروع الانتاجية الستة عشر ليصل إلى 4300 فرصة عمل بالإضافة إلى إنشاء 30 فرعا انتاجيا في مختلف المناطق النائية والبوادي لتوفر جميعها 12 ألف فرصة عمل بكلفة إجمالية تقدر ب53 مليون دينار توفرها وزارة التخطيط وصندوق التشغيل والتدريب المهني التعلم حق للجميع مبادرة جديدة تضاف إلى مبادرات أطلقها نشطاء في المجتمعات المحلية هذه المبادرة تهدف إلى تعليم عدد من الأمهات التي لم يتمكن من الاتحاق بالمدارس نتابع تفاصيل التعلم حق للجميع مبادرة تسعى إلى تعليم عدد من الأمهات اللواتي لم يتمكن لأسباب عديدة من الالتحاق بالمدارس الحكومية مبادرة أطلقتها شابة إيمانا منها بحق الأمهات بالتعلم حيث تم فتح غرف صفية في أحد مساجد المنطقة ليتم تعليمهن أسس القراءة والكتابة وبعض المهارات المتعلقة بالتقنيات الحديثة نحن الله الحمد جوزنا مرحلة القراءة والكتابة لهاي الأمور وكبنا التكنولوجيا نحن الحمد لله الحمد أن الأمهات الآن تعلموا عنها اللي هي مبدأ اللي هي استخدام الهواتف الذكية اللي هي راحة واحدة على مستشفيات على الأسواق ما إلى ذلك الأماكن العامة بشكل عام بحيث أن تقدر هي تقرأ الشيء اللي هو الموجودة قدامها من إرشادات ما إلى ذلك فالشيء هذا اللي إحنا بنعمله إن شاء الله بإنه يثمر ويتهر ببلدنا وتقول صاحبة المبادرة إن الجديد فيها هو ممارسة أنشطة ترفيهية بالإضافة إلى التعليم من فترة طبعا كنا برحلة ترفيهية للأمهات هون عنا بالمركز حتى أنه نتجاوز مرحلة أنه أنا جاي بس أتعلم كغرفة صفية فقط والهي ألواح ودفاتر ومحيات عفوا دفاتر وأقلام وما إلى ذلك وتعليم ودراسة لا تخطيناها لأنه مرحلة ترفيهية كمان إحنا دراسة وترفيه من نفس الوقت حتى هالشيء نعكس على اللي هو الطالب وتعليم ولا قدام وتهدف المبادرة إلى القضاء على الأمية المنتشرة في المناطق النائية حيث تمكنت من تحقيق بعض النجاحات مع الأمهات اللواتي انتظمنا في هذه المبادرة تعلمنا تهجي الدراسة العربي تعلمنا العدد عرفنا فما قصرت في معنى هي يعني تعليم لحد الآن قمنا نهجي نحفظ قرآن الحمد لله مبادرة مزجت بين التعليم وتقديم نشاطات ترفيهية لسيدات حال الظروف هن دون تحقيقها لتؤكد بشكل أعماق أن الحق في التعليم يمكن أن يعوض في أي سن وفي أي مكان يعد لواء بصير الواقع جنوب محافظة طفيلة أحد أقدم المناطق المأهولة بالسكان في الأردن إلا أنه يعاني من سوء المتابعة للخدمات والبرامج التنموية والاستثمارية أيضا التقرير التالي وتفاصيل رغم الأهمية التاريخية والأثرية للواء بصيرا وقربه من محمية ضانة طبيعية إلا أنه يعاني غياب المشاريع التنموية وتدني مستوى الخدمات وضعف عام في البنى التحتية أبناء بصيرا طالبوا الجهات المعنية بالعمل على إنشاء المشاريع التنموية والإنتاجية في اللواء ما يزيد من فرص العمل لدى الشباب من أبناء المحافظة كافة العديد من مدارس بصيرا مستعجرة فهي بحاجة كمان إلى بناء مدارس بحاجة إلى توفير الخدمات الأخرى لإنارة الشوارع المختلفة ومساعدة البلدية قائمة ولكن يلزمها العديد من الدعم المالي والمعنوي المواطنون يرون أن لواءهم من أهم المناطق في المملكة إلا أن التهميش الذي تعيشه بصيرا يحول دون وصولها إلى مستويات مرتفعة من التنمية والاستثمار بصيرا طبعا عدد للخريجين والحاصنين على شهادات البكالوريس والماجستير عدد كثير جدا ومعظمهم من الفتيات ومعظمهم عاطلين العمل فبصيرا بحاجة لفتح فرص لتشغيل الشباب والشبابات العاطلة العمل بالإضافة بحاجة لمشاريع بنية تحتية في بصيرا مشاريع تنموية وتحسين البيئة الاستثمارية حلول قد تسهم في جعل لواء بصيرا على المسار الصحيح للتنمية ما يقلل من نسبة العاطلين عن العمل من فئة الشباب في محافظة الطفيلة والمناطق المحيطة بها ظن علماء الأثار البولنديان بارتوس ماركوفيسكي وروبرت زوكوفيسكي حين رمماء تمثال أسد اللات في تدمر في العام 2005 ظنّا أنهما يحافظان عليه لمئات السنين ولكنهما وبعد 11 عاما هرعا لتفقده بعدما عرفا بتدميره على يد عصابة داعش الإرهابية ظن علماء الأثار البولنديان بارتوس ماركوفيسكي وروبرت زوكوفيسكي حين رممات تمثال أسد اللات الذي يزن 15 طن في تدمر في العام 2005 أنهما يحافظان عليه لمئات السنين ولكنهما وبعد 11 عاما عادا ليكرر العمل ذاته أعتقدنا حين جئنا في العام 2005 مع البعثة البولندية للقيام بعمليات ترميم في تدمر أننا نحافظ على التمثال لمائتي أو لثلاثمائة سنة لكن عملنا لم يصمد أكثر من عشر سنوات بالقرب من التمثال تسلق روبرت زوكوفيسكي بدوره صور المتحف يلتقط عشرات الصور لأسد اللات ليقارنها مع ما كان عليه سابقا وهو يعرب عن تفاؤله ليس فقط بإعادة أسد اللات إلى سابق عهده وأنما بإمكانية ترميم كافة التماثيل وفي دمشق يتابع المدير العام للأثار والمتاحف مأمون عبد الكريم التنصيق مع منظمة الأم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم من أجل استقبال بعثات أجنبية أخرى لتقييم الأضرار التي لحقت بتدمر وربما إعادتها إلى سابق عهدها بعد تحرير مدينة ببضعة أيام طلبوا مني إذا أردت نحن مستعدون القدوم إلى السورية فورا فعلا بكل شجاعة وبكل وفاء ومحبة للتراث السورية وخاصة تدمر خلال 24 ساعة كانوا قد حضروا الأمور وفعلا بعد ثلاثة أيام كانوا موجودين في السورية ولم يعد سكان تدمر إليها حتى الآن زارها البعض لتفقد ممتلكاته إلا أن صبل الحياة ما زالت غير متوفرة حتى أن المدينة السكنية وإن تواجد بها بعض العائدين أشبه بالمدينة المهجورة أخيرا مشاهد ولقطات بلا تعليق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة